ماركة ذات المواني لا قفزوا للشارع الثاني للبحر الأحمر باقي مواني مهمة على البحر الأحمر لليمنين راحوا مباشرة بس ما يقدرش يقولوا تنظيم متبخرة الحوثي ما بتبخرش ما بتحممش العوثي عدا يتبخر راحوا باسم الحوثي انطلقوا مباشرة إلى ميناء المخا اللي هي مخا والحديدة الموانئ الحساسة هل العسكرياً برياً أسهل السيطرة عليها ولا عسكرياً عن طريق البحر أيوة كيف تصيدر على الموانئ الباقي هالحساسة يعني من البر ولا من البحر تريد رأيي أرى أنتم تصيدر أرى أنكم تصيدروا على التود وتجلسوا في بلادكم وتسلمونها أذيتكم يا أخي أشع من نابكم أشع سوهم فيكم اليمنين ما تشتش تخلّوا لهم حاجة يعني ولا تخلّوا لهم أي حاجة يا أخي هم شعبش تعيش مثلهم مثل باقية البلدان مثلكم يا أخي إحنا لا نشتنا أخذ موانئكم ولا نحتل بلادكم يعني استكثرتوا علينا حتى نعيش داخل بلادنا ولا تشتروا لهم حاجة يعني باقي من الحديدة هذا مصيدرين على الحوثيين ناوين يستيقلوا عليهم مش عشان ياخذوا من الحوثيين ويسلموا للشرعية ولا للشعب لا من أجل يسيطروا عليهم وقد جهزوا له مليشيات خاصة تحت صيدرتهم وشدد معالي الدكتور أنور قرقاش على أن الضغط العسكري المتمثل بتواجد خمسة ألاف جندياً إماراتي واستعدادهم لتحرير الميناء خمسة ألف جندي لتحرير أيش الميناء ركزوا ما قالوا ش تحرير الحديدة لتحرير الميناء هذا ليهمهم مثل تعز تركوا تعزك صف الحوثي يدمره وراحوا يسيطروا على السواحل وعلى ميناء المخى هذا ليهمهم وهذا نفس الشيء همهم الميناء أما الحديدة عادي للحوثي يستعبد الناس ويهينهم ويسجنهم ويحبسهم ما همهم